موسيقى 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 مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداني نرى حتك نعيه و نقول حسبي الله و نعم الوكيل في السياسيين المغاربة ماشي كلهم و لكن البعض منهم واحد برنامج اسمه ابن سليمان متابع في حالة صارح من طرف المحكمة من بعد اتهام و بتبدير اموال عمومية خاصة بصفقة الكوب 22 واللي وصلات القيمة الهاتف 28 مليار ما زال غازايد فيه و بيين فعلا بانه ممسوق لا المحكمة ولا القانون ولا الصحافة ولا الشعب المغريبي ولا حتى البرنامج اللي هو عظو فيه ولا الحكومة ولا حتى لشي حاجة اخرى السيد بيين فعلا بانه يحس بنفسه فوق القانون و فوق المسائل القانونية و ما عنده صوق في حتى شي حاجة واللي ما عجبه الحال في المغاربة يشربه بحره و يموش بالفقصة المهم السيد راه ضامن المتابعة دياله في حالة صراح و عارف راسه و ما غاديش يتشد و دار لمقعد البرنامان يجيبه لمدة خمس سنوات اخرى و احتى ذلك الملاير اللي تم التبديد او التلاعب بها ما غاديش يتحسب عليها هذا الشي اللي يقول له عقله ربما قبل ايام قليلة فقط نشارات الصحافة المغربية اخبار على دخول هذا البرنامان في نوبة بكاء هستيرية من بعد ما حاصروا القاضي بمجموعة من الاسئلة المعرجة حول العلاقة دياله بالملايار اللي تم تبديدها و بطبيعة الحال في الميل اللي تتابع فيه هو رئيس الجماعة السابق ديال مدينة مراكج بصيفته كان و النائب دياله ولكن في اخر جلسة يريد ان يحصل الى الصحافة و جاء حتى لدي واحد من صحابه عنقه و باسه و تحنقه حتى قرب من الميكروفون وهو يقول بنظرة تهكومية اخويا قالوا لي بكيت في المحكامة و لم أجبت لي كلينيكس لم أجبت لي لها مشوار له قلت لهم وهذه المرة قد ان الخيئ عليهم في المحكامة جيبوا لي لي كوش انا كان اتذر بزاف المشاهدين الاعزاء على هذه الكلمة البديئة ماشي من اتي ولا من اخلاقي نتلفظ بكلمات نابية في هذه القناة حاشاكم واعز الله قدركم ولكن لا بد من معرفة ما جرى ولا بد من الاستشاة يعني الان السيد كيقول لهم بلا حرج او حياء امام الكاميرا شديد المصورين بانه سيتغوط على العدالة وعلى المحكمة وهذه هي اكبر اساءة لمؤسسة القضاء واكبر ايهانة لجميع المغاربة وباش كنوا عارفين اكثر فهذا البرلمان يعني ابن سليمان التحق في الانتخابة الاخيرة بحزب رئيس الحكومة عزيز اخنوش يعني حزب الاحرار واللي جاليه مباشرة من حزب العدالة والتنمية وهاتش غير من بعد ما غير جلده كيف الحرباء يعني مشى الجهة الرابحة والغالبة واتنكر الحزب دياله من بعد ما اعرف بانه غاد يطيح طيحة ديال العذاب وهاتش كله بسبب السياسة الفاشلة دي الحزب العدالة والتنمية في ادارة شؤون المغاربة لمدة عشرة سنوات عجاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب سنكروا بزاف هاتش اللي يبان على هات المحامة هو النائب البرلماني يعني يونس بسليمان وشددوا على انه من اللازم والضرورة احترام فضاء المحكمة والهيئة القضائية وكذلك احتزوا من اديانه في مئة المحامات كما اعتبروا كلامه بانه لا يجد غضاة في التغوض من المحكمة اشارته الى انه لا يأبه بالمتابعة القضائية مع انه يتابع بسهم تقينا تتعلق بتبدير ازيد من 28 مليار سنتيم او من المعلوم ان الصحافة كلها هضرات هذه الاسبوع على الخبر اللي يقول بان البرلماني يونس بن سليمان دخل في نوبة بوكاءه السيرية وارتيباك امام هيئة المحكمة وتشمل بعد توجيه القاضي لمجموعة من الاسئلة المحرجة حول الصفقات التفاوضية لكوب 22 والتي كلفت كما قلنا ازيد من 28 مليار سنتيم هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابشذائية في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قرر اسمش تأجل الملف الكوب 22 والتي تتابع فيه العمدة السابق لمراكش والمسمى العربي بالقيد والنائب الاول يونس بن سليمان الى غاية الاربعاء 22 دوجينبير الجاري تشدر الاشارة الى ان الوكيل العاملي المالك وجه لعمدة مراكش السابق ونائبه الاول يعني هدخونا اللي كيت حدى المحكمة مجموعة من التهم كتتعلق بتبديد اموال عمومية وموضوعها تحت يديه بمقتضى وظيفته بالاضافة الى جلحة استعمال الصفق حددت السلطات العامة شروطة ممارستها اما في الخبر الثاني فالبارح وبمجرد ما تم الاعلان الى فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغرب حتى خرجوا العشرات من الانفصاليين لمؤيدين لجبهة البوريزاري والجزائر في مدينة العيو كيشطحوا ويرضحوا ويغنيوا احتفالا بفوز المنتخب الجزائري وفي نظر الشخصي فاكو كان المنتخب المغرب هو اللي ربح كون خرجوا ويهرسوا ويخربوا ويضربوا بالحجر انا بعدها بغيش غير نعرف واشهد الناس من البوريزاريو ام من الجزائر ام هما مواطنين مغاربة فإلا كانوا مغاربة فهذه ماشي من في عين المغربة وإلا كانوا جزائريين عاش كايديروا عد نهلة في البلاد يمشي ويروحوا للجزائر او تيندوف وتم يعيشوا حياتهم كيف بغاوه انا بعدها والله العظيم إلاجة والمسؤولين الكبار على رأيه كون غير اعطاء السن نبا والتعليمات بصيف شوارع السلطة القضائية باش يجلوا على الانفصاليين من البلاد ويصدروا هم الجزائر في الشاحناس العيون عاصمة الصحراء ومدينة الوطنيين الاحرار اش كايديروا الانفصاليين بيناتهم بحل ذك امينة وحيدر مشان وسلطانة اخيية او غيره ومغيره المهم الخبر كيقول بان العشرات متشابعين لجبهة البوريزاريو او ما يعرفوا بانفصالي الداخل على مستوى مدينة العيون اقدموا مساء السبس بعد تأهل المنتخب الجزائري على حساب نظيره المغرب الى دور نصف نهائي كأس العرب المقام حاليا بقطر خرجوا كيحتافلوا العاشرات منهم اداروا مسيرة كبيرة جدا بالسيارات والتي جالت بعض شوارع مدينة العيون رافعين اعلام الجمهورية الصحراوية وليس العالم المغربي والتي تنادي بها الجبهة من داخل الاراضي الجزائرية اي تين دوف كما شهدت احتفالات العيون بمناسبة تأهل الجزائر رفع شعارات سياسية مطالبة بتقرير المصير من قبيل لا بديل لا بديل عن تقرير المصير تم تكرم وهذا شيء في الوقت اللي قررت في السلطة المحلية على مستوى مدينة العيون قبل المباراة باستعلم ارواب المقاهي بضرورة اغلاق محلاتهم وعدم نقل المباراة الكراوية التي جمعت المنتخب المغربي الرديف بين نظيره الجزائر يعني السلطة كيف قلت لكم كانت حاسة وعرفة بأن الانفصاليين سيقرب لها في حال ما يدفز المنتخب المغربي يعني السلطة عرفته عاقت وقررت بشفوة الفرصة على الانفصاليين اللي يستغلوا بحال هذه المناسبة بشي يديروا احداث شغل وفوضى وعنف في المدينة كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخن ارجوك مجرد العادة ان تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ولا تنسوا أيضا التعبير عن آرائكم في رقم تعليقات أسفل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى حلقة أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة